كما أحبطت القوات الجوية محاولة تسلل ست عربات دفع ربعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة داخل خط الحدود الغربية بحسب بيانا للمتحدث العسكري فقد أسفرت العملية عن تدمير السيارات والقضاء على العناصر الإجرامية بداخلها فيما تواصل عناصر وحرس الحدود مدعومة بعناصر المنطقة الغربية العسكرية والقوات الجوية تمشيط المنطقة استمرارا لجهود القوات الجوية بالتعاون مع قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وردع أي محاولة للتسلل أو التهريب عبر الحدود أحبطت القوات الجوية محاولة لتسلل ست عربات دفع ربعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة داخل خط الحدود الغربية وقد أصفرت العملية عن استهداف وتدمير السيارات المتسللة والقضاء على العناصر الإجرامية الموجودة بداخلها فيما تواصل عناصر وحرس الحدود مدعومة بعناصر المنطقة الغربية العسكرية والقوات الجوية تمشيط المنطقة الحدودية لضبط أي عناصر هاربة في محيط العملية موسيقى 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 موسيقى